بسم الله الرحمن الرحيم أبنائنا طلبوا طالبات الصف الأول السنة والزراعي أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مادتكم مادة محاصيل الحقل طلبوا برنامج فني إنتاج المحاصيل بالمدارس المطبق بها المناهج المبنية على منظومة الجدارات في الحلقة اللي فاتت احنا تكلمنا مع بعض عن الوحدة الأولى اللي هي وحدة تسميد الأرض وزيما اتفاني ان الوحدة الأولى وحدة تسميد الأرض تحتوي على مخرجين من مخرجات التعلم وتكلمنا عن المخرج التعلم الأول اللي هو تسميد الأرض بالأسمدة العضوية اللي هي يسمد الطالب الأرض بالأسمدة العضوية وعرفنا ايه هي معايير الأداء اللي انت المفروض تتقيم عليها ويتم تقييمك عليها من خلال أداء المهارة الخاصة بهذا المخرج أما المخرج التاني فهو مخرج التعلم يسمد الأرض بالأسمدة الكيموية ولكن احنا قبل ما نبدأ في شرح المخرج بتاعنا النهاردة احنا هناخد لفتة سريعة كده وتعريف سريع باهم الوحدات اللي انت هتدرسها خلال الفصل الدراسي ايه الاول في برنامج فني انتاج المحاصيل الوفقا لمنظومة ايه الجدرات تعالوا نشوف مع بعض الوحدات بتاعتنا وحدات الصف الاول في الفصل الدراسي الاول اللي انت هتدرسها هنشوفها مع بعض رقم واحد وحدة تسميد الارض قبل ايه الزراعة واحنا شرحنا منها مخرج الوحدة التانية وحدة اعداد الارض للزراعة هتدرسها وفيها مخرجين وحدة تطبيق الممارسات الزراعية في انتاج محاصيل الاعلاف الخضرة ديت فيها تلات مخرجات تعلم وهتدرس الفصل الاول مخرج تعلم منها اللي هو زراعة البرسيم المصري والمخرجين التانين في الفصل الدراسي ايه التاني فاذا الوحدة ديت اسمها وحدة ممتدة وحدة ايه ممتدة الوحدة الرابعة معنا وحدة تطبيق الممارسات الزراعية في انتاج محاصيل الحبوب فيها برضو تلات مخرجات هتدرس فيها مخرجين في الفصل الدراسي الاول ومخرجين في الفصل الدراسي التاني فاذا الوحدة التانية وحدة ايه ممتدة اذا هنا احنا عندنا وحدتين وحدة اعداد الارض وتسميد الارض ديت وحدات هتنتهي بانتهاء الفصل الدراسي الاول كل وحدة فيهم تحتوي على مخرج تعلم واحد أما الوحدتين التانيين تطبيق الممارسات الزراعية في إنتاج محاصيل الأعلاف والتطبيق الممارسات الزراعية في إنتاج محاصيل الحبوب كل واحدة فيها 3 مخرجات تعلم هتدرس مخرج واحد في الفصل الدراسي من كل واحدة في الفصل الدراسي الأول والبقائين هتدرسهم في الفصل الدراسي الثاني إذن الوحدات دي اسمها وحدات ممتدة ولازم أنت لابد أنك أنت تعرف أسماء الوحدات ويعني أي وحدة ممتدة ويعني أي وحدة مكملة ويعني أي وحدة أساسية هنصارد مع بعض في الوحدة الاولى وحدة تسميد الارض قبل ايه الزراعة زي ما احنا اتفقنا تحتوي الوحدة الاولى على مخرجين من مخرجات التعلم وهم مخرج تعلم واحد يسمد الارض بالاسمدة ايه العضوية وشرحناها الحلقة اللي فاتت المخرج التعلم رقم اتنين يسمد الارض بالاسمدة ايه الكيموية انك انت تستخدم الاسمدة ايه الكيموية في تسميد الارض مخرج التعلم رقم اتنين ليه هو يسمد الارض بالاسمدة ايه الكيموية طبعا في المخرج اللي فات اتعرفنا ان يضيف الاسمدة العضوية للارض او يسمد الارض بالاسمدة العضوية يعني ايه السمدة العضوي هنعيده لحضرتك تاني التعريف بتاعه هو سماد طبيعي ناتجة عن تحلل المخلفات النباتية او الحيوانية يحتوي على عنصر واحد او اكثر من العناصر ايه الغذائية ويتم اضافته للارض ايه قبل الزراعة واثناء اعداد الارض ايه للزراعة لكن المخرج اللي احنا نتكلم فيه النهاردة اللي هو يسمد الارض بالاسمدة الكيموية يعني هتضيف سماد معدني او هتضيف ايه الاسمدة اللي كلنا ايه عارفينها الهدف من تدريس هذه الوحدة هو اكساب الطالب المهارات والمعارف والسلوكليات الخاصة بتسميد المحاصيل قبل الزراعة واضافة الاسمدة العضوية يدويا وتحديد كمياتها وطرق اضافتها متبعا في ذلك معايير السلامة والصحة المهنية خلال تطبيق ممارسات التسميد بالاسمدة العضوية ايه والكيموية ده الهدف الاساسي من تدريس الوحدة بتاعتنا معايير الاداء لمخرج التعلم رقم اتنين يسمد الارض بالاسمدة الكيموية فيه كم معايير اداء اللي فات يسمد الارض بالاسمدة العضوية كان فيه خمس معايير ده هتشوف فيه مع بعض هنصارد كم ايه معايير مع بعض رقم واحد يتبع معايير السلامة والصحة المهنية عند تسميد الارض كيموية قبل ايه زراعتها يحدد انواع الاسمدة اللازمة حسب نوع المحصول يحسب كميات الاسمدة المختلفة وفقا لنوع الارض والمحصول يضيف اسمدة العناصر الكبرى وفقا للتوصيات خمسة يضيف اسمدة العناصر الصغرى بالتركيز المطلوف في الوقت ايه المناسب ستة يستخدم الات التسميد حسب نوع السمات بطريقة ايه سليمة وامنة يبقى احنا عندنا في الوحدة دي ست معايير اداء حضرتك هتتقيم ايه عليهم كما ذكر من قبل فان اتباع معايير الصحة والسلامة المهنية يعتبر من الامور شديدة الاهمية في تداول ايه الاسمدة الا انه يزداد اهمية عند التداول الاسمدة ايه الكيميائية وعليه يجب التأكد على تطبيق معايير تلك المعايير عند تسميد الارض ايه الكيموية يعني اتبع معايير السلامة والصحة المهنية عند اجراء عملية ايه التسميد او استخدام الاسمدة ايه الكيموية وزي ما نوهنا في الحلقة اللي فاتت في معايير تطبيق السلامة والصحة المهنية ان انا بالبس الملابس الواقية ممنوع الاكل والشرب وفي حاجات انا بتتباحها علشان خاطر احافظ على صحتي واحافظ على صحتي اللي حوالي واحافظ على نفسي ايه من الحوادث اتباع معايير السلامة والصحة المهنية زي حضراتكم ما شايفين ارتداء الملابس الواقية اللي هي المناسبة للعملية سواء كانت ملابس هلبس افارول او قفازات او حاجة او كازلك او هلبس حاجة واقية ايه للرأس بتاعتي من الصدمات او من اشعة الشمس وكذلك ممنوع الاكل والشرب عند استخدام ايه الاسمدة او اضافة ايه الاسمدة ايه للارض خصوصا الاسمدة ايه الكيموية ليه لانها ممكن تحصل ايه عملية تلوث او ممكن يحصل لك عملية ايه تسامم عند استخدام هذه ايه الاسمدة طيب تعريف السماد يلا مع بعض بقى نعرف السماد احنا عرفنا سماد العضوي في البداية كده في المقدمة ولكن احنا عايزين دلوقت نعرف ايه هو السماد بتاعنا اللي احنا نتعامل معها الاسمدة الكيموية والاسمدة ايه المعدنية تعريف السماد هو اي مادة تحتوي على عنصر او اكثر من العناصر الغذائية الضرورية للنباتات وفي حالة احتواء السماد على العناصر او العناصر في صورة غير عضوية معدنية يطلق عليه سمادا كيموية يبقى السماد هو اي مادة تحتوي على عنصر او اكثر يعني ممكن يكون فيها عنصر واحد زي عنصر ايه النيتروجين او عنصر الفصفور او مجموعة عناصر مع بعضيها زي الانبكي اللي هما الثلاثة ايه عناصر او مجموعة الفريمكس اللي هي بتحتوي على مجموعة العناصر الكبرى ومعها عناصر ايه صغرى دي تحتوي على اكثر ايه من عنصر يبقى تعريف السماد هو عبارة عن اي مادة تحتوي على عنصر واحد او اكثر من عنصر وفي حالة احتواء السماد على العنصر او العناصر في صورة غير عضوية يسمى سماد معدني او يطلق عليه السماد ايه الكيماوي زي بالبلد كده احنا بنقول هنضيف الكيماوي للمحصول النهاردة رشيد كيماوي بدرت كيماوي ده الاسم الدارج مع المزرعين او مع الفلاحين ولكن السماد الاساسي يرجع للتسماء للسماد العضو اللي هو بيتضف الاول ايه خالص تعالوا نشوف مع بعض دي طريقة خلط بعض انواع الاسمدة لاستخدامها قبل عملية الزراعة قبل عملية ايه الزراعة دي اسمدة معدنية على سبيل المثال دي زي سلفات النشادر وهيتحط عليها سوبر فوسفات كالسيوم وكابريت زراعي ويتم تقليبهم بصورة متجنسة اللي بيتحط ده ده تاني نوع ده السوبر فوسفات الكالسيوم ده سوبر فوسفات كالسيوم فوتين الف خمسة محبب بيتم اضافته ايه للارض قبل عملية الزراعة والفوتين الف خمسة المحبب في منه المحبب والناعم ويتم تقليبهم ايه مع بعض بس بعد ما بنحط دية كابريت زراعي علشان خاطر اعدل حمودة الارض او اعدل بيتش الارض بضيف الكابريت ايه الزراعي زي حضراتكم ما شايفين معايا في الفيديو كده بنضيف سماد سماد الكابريت على المجموعة ايه كلها طبعا بحط كذا طبعا من الانواع ايه المختلفة اللي انا هيتم ايه اضافتها ويتم ايه خلطها علشان خاطر تكون التوزيع بتاعها لما اقعد ان اضيفها للارض سواء عبدورها نصرا يدويا او بسخدام الالات يكون نصر ايه متجانس ما يكونش عنصر التركز في المكان ومش موجود في المكان ايه التاني هيتم يبدأ يضم يضيف بعض العناصر الصغرى اللي هي ايه هي العناصر الصغرى العناصر الصغرى دي بيحتاجها النبات بكميات قليلة ولكنها ضرورية جدا لانبات لإتمال فترة حياته ديات كميات السمات كلها احنا بنبدأ نعمل لها عملية اضافة مع بعضها ونبدأ نخلطها مع بعضها باستخدام او نقلبها مع بعض باستخدام ايه اوكريك علشان خاطر يتم ايه اضافتها للارض سواء كان نسرا او تكبيش او صرا حسب نوع او الطريقة اللي هي تم التسمية ايه بيها ديات هيضيف شكارة كابريت تاني علشان خاطر الكومة عندي تكون كومة متجانسة كده احنا وزعنا كل انواع الاسمدة في الكومة ايه بتاعتنا وهيبدأ بعد كده في عملية التقليب بتاعها باستخدام اوكريك او استخدام قالت تقليب السمات اللي هي ايه الخاصة بيها علشان خاطر يتبقى عملية التقليب بتاعتها عملية ايه متجانسة طبعا الاسمدة المعدنية اسمدة مهمة جدا جدا للمحاصيل خصوصا في الاراضي اللي هي فقيرة في العناصر الغزائية زي الاراضي الرملية والاراضي ايه الجرية وكل نوع من انواع الاراضي انا ببدأ استخدم له نوع من انواع الاسمدة وانواع اسمدة ايه معينة علشان خاطر ايه اقدر احصل على انتاج زراعي متميز او محصول ايه متميز كده هنبدأ نقلب الكومة بتاعتنا اللي هو تحط فيها سلفات نشادر تحط فيها كبريت زراعي سوبر فوسفات كالسيوم بعض العناصر ايه الصورة تبدأ يتم تقليبها بالصورة دي التقليب متجانس طبعا احنا حطناهم في صورة معينة في صورة الطبقات عشان لما قلب يبقى التقليب ايه واضح ومتجانس ايه لجميع العناصر اللي هي تم اضافتها ايه في السمات يبقى احنا كده مع بعض شفنا اهم الاسمدة الكيموية اللي هي بتضاف للارض قبل ايه الزراعة وشفنا ازاي اننا بقى اعمل عملية تقليب علشان خاطر اضيف ايه الارض دي السمات ده النقطة اللي بعد كده تنقسم العناصر الغذائية الى العناصر الغذائية بتاعتها قسمها لايه نفكر مع بعض سؤال العنصر الغذائي بتاعي احنا لو اريد في الكتاب او اريد في اي مرجع انه ممكن الاقي عناصر غذائية قبرى وعناصر غذائية ايه صغرى طيب العناصر الغذائية قبرى ايه هي والعناصر الغذائية الصغرى ايه هي هنشوف مع بعض هنقسمهم مع بعض حسب التقسيم ايه اللي هم اعترفوا به تنقسم العناصر الغذائية الى رقم واحد عناصر غذائية قبرى مثل الكربون والهيدروجين والاكسوجين ومصدرهم الماء والهواء وعناصر الفسفور والبوتاسيوم والأزوت اللي هو نيتورجين والكابريت والماغنيسيوم والكالسيوم ومصدرهم الطربة وهذه العناصر ضرورية ويحتاجها النبات بكميات ايه كبيرة يعني العناصر الكبرى هنا النبات بيحتاجها بكميات ايه كبيرة علشان لما يقول لك ايه العناصر الكبرى وعناصر صغرى مش معنى انها صغرى ومحتاجها ايه حاجة قليلة او ممكن ما استخدمهاش لا لابد اننا نستخدمها بس بستخدمها النبات بيحتاجها بكميات صغيرة ولكن ضرورية ايه جدا يبقى زي ما احنا عرفنا العناصر الغذائية الكبرى ايه هي اللي هي الكربون والايدروجين والاكسوجين ومصدرهم المية والهوى الفصفور والبوتاسيوم والازوت اللي هو النيتروجين والكابريت والمغنيسيوم والكالسيوم مصدرهم ايه الطربة وهذه العناصر ضرورية ويحتاجها النبات بكميات ايه كبيرة طيب ايه تاني معي تاني حاجة عناصر صغرى زي ما اتفقنا كان في عناصر كبرى عند عناصر صغرى العناصر الكبرى قولنا النبات بيحتاجها بكميات ايه كبيرة ولكن العناصر الصغرى هنا ايه هي لكن العناصر الصغرى او النادرة فيحتاجها النبات بكميات قليلة نسبيا ولكنها ضرورية ضرورية ايضا للمساعدة في نشاط العمليات الحيوية داخل النبات والمساعدة على زيادة امتصاص النبات العناصر الرئيسية ومن هذه العناصر الحديد والمنجنيز والزينك والنحاس والبورن والمولبوديم والقلور العناصر الغذائية الصغرى دي بتدخل في جميع العمليات الحيوية خصوص العمليات التلقيح والاخصاب والعقد والاسمار ونسبة السكر وحاجات كتيرة فبالتالي لو انا ما استخدمتها هيحصل عندي فقد جامد في المحصول وهيحصل عندي خسارة كبيرة في المحصول يبقى احنا اتفانا كده ان العناصر الكبرى ايه هي عناصر بيحتاجها النبات بكميات ايه كبيرة طيب العناصر الصغرى هي عناصر يحتاجها محصول او النبات بكميات صغيرة ايه نسبيا العناصر الكبرى اهم ثلاث عناصر فيهم اللي انت هتتعامل معهم الـ NPK اللي هي الكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والكالسيوم والنيتروجين اما العناصر الصغرى زي النحاس والزينك والمنجنيز والبورن والبلوديوم كل ديت عناصر صغرى ممكن حضراتكم نشوف مع بعض ديت نمازج للأسمدة انت هتشوفها ايه في المدرسة هنشوفها مع بعض الأسمدة ديت ماشي هنشوف ديت أسمدة ديت يوريا ستة واربعين اللي معنا في الكيس ده يوريا ستة واربعين كنموذج لازم انتعرفه وتشوفه وتتعرف ايه عليه لانك هتتعامل معه ايه كبير ده اليوريا ستة واربعين يعني يوريا ستة واربعين يعني يحتوي على عنصر نيتروجين فقط ولكن بنسبة ستة واربعين ايه في المية ده اليوريا ستة واربعين شايفين شكله زي حضراتكم ما شايفين معنا ايه في الكاميرا ده شكل ايه السمات بتاعنا اللي هو يوريا 46 بيبقى الشكل بتاعه هو سمد محبب أبيض معامل ضد التحجر تقدر تستخدمه في كل المحاصيل مع هذا المحاصيل البقولية ما بتستخدمه بكميات كبيرة ليه؟ لأن المحاصيل البقولية عندها عقد جزيرية بتقوم بتثبيت النيتروجين الجوي في صورة أزوت في الطربة فبالتالي هي بتضيف أزوت للطربة فأنت بتستخدم الأسمدة النيتروجينية معها بحذرة أو بكميات أليلة جدا العنصر اللي معنا التاني أو نوع السمادة التاني اللي هو اللي هو بس مش محبب معنا هنا النموذج اللي معنا الناعم المحبب احنا شفناه في الفيديو وشفنا الطريقة بتاعة الإضافة ايه بتاعته والخلط ايه بتاعه ديات الصورة معنا بتوضح لنا شكل صوبر في صفات ايه الكالسيوم ايه هو صوبر في صفات الكالسيوم اللي بفوه اتنين ألف خمسة اللي هو أحادي الكالسيوم ده الأحادي ده أحادي صوبر في صفات الكالسيوم الأحادي في صورة ايه نعمة ايه الفرق بينه وبين المحبب الفرق بينه وبين المحبب ان ده بيكون سريع الامتصاص والنبات بيستفيد منه ايه بسرعة ولكن المحبب بيقعد في الأرض فترة طويلة لحد ايه ما يتحول لصور ايه التانية بتاعته يعني يوصد ممكن يكون عندك في صوبر في صفات سلاسي بيتحول من سلاسي لسنائي لأحادي لأحادي اللي بيستفد بايه النبات النعم ده أحادي أحادي يعني ايه يعني بيستفد منه النبات من ساعة اضافته ايه على طول مع عمليات الخدمة ايه في الزراعي بقى زي ما حضراتكم شفنا مع بعض دول نوعين من أنواع الأسمدة المعدنية ديوريا ديوريا ستة واربعين في المية وده صوبر في صفات الكالسيوم اللي هو آآ خمسلاشر في المية فو تنين ألف خمسة بقى زي ما احنا شفنا وقسمنا العناصر بتاعتنا عناصر كبرى وعناصر ايه صغرى وعرفنا أن العناصر الكبرى هي العناصر اللي بيحتاجها النبات بكميات ايه كبيرة العناصر الصغرى بيحتاجها النبات بكميات ايه صغرية نسبيا ولابد ايه من استخدامها لأنها بتلعب دولور أساسي في العمليات الحيوية الخاصة ايه بالنبات كلها طيب النقطة اللي بعد كده فوائد العناصر الغذائية الأساسية للنبات فوائد العناصر الغذائية الأساسية للنبات ايه الفوائد بتاعتها تعالوا نشوف مع بعض رقم واحد النيتروجين اللي هو الأزود يشجع النمو الخضري وبالتالي زيادة المحصول وجودته يشجع النمو الخضري وبالتالي وزيادة المحصول ايه وجودته يعني انا لو عندي المحصول بتاعي ظهرت عليه اعراض نقص عنصر النيتروجين طب انا هعرفها ازاي النبات عندي بيبقى لونه اصفر النبات بتاعي بيبقى ايه لونه اصفر بنقول اصفر شاهب النبات اصفر شاهب والعدان بتاعته رفيعة وهذه كده مش بيانه عندي بسرعة يبقى كده دي اعراض نقص ايه النيتروجين فانا بضف له النيتروجين بيتحول ايه لون بتاعه بسرعة وبيبدأ ايه النشاط بتاعه يبقى عالي ويديني محصول ايه عالي طيب تاني نقطة الفصفور الفصفور اللي احنا شفنا ايه في صورة سوبر فصفات الكالسيوم في العرضين اللي احنا شفناه في النمازج بتاعتنا يعمل على زيادة نمو الجزور والسيقان والاوراق وزيادة درجة مقومة النباتات لامراض والرقاد ويساعد على تكوين الازهار طيب ما تيجي نفكر شوية ونربط عنصر الفصفور ده بنا احنا شخصيا كبشر لو انا عندي لو انت لك اخ صغير بتبص تلاقيه يقول لك الرضاعة الطبيعية والدول لبن كتير يدله فصفور علشان خطر ايه الفصفور ليه الفصفور بيقوي ايه العزم علشان ما يبقاش فيه عنده هشاشة ايه عزم علشان البنيان الجسمان بتاعه يطلع ايه قوي فبالتالي الفصفور في النبات بيقوي الجزر وبيقوي ايه السقان فبالتالي بيقوم عند عملية ايه الرقاد خصوصا في محصول ايه الامح محصول الامح ممكن بعد ما تبدأ السنابل يطرد السنابل وتبدأ الحبات بتاعته في العاد والسنبولة تبدأ تتملي تيجي شوية هوا ضعاف كده بعد عملية الرقاد ليل المحصول كله بتاعك ايه رقاد رقاد ليلة النصات بتاعته هي صاق ايه ضعيفة ولكن انت لو اهتميت بالتسميت بتاعك واضفت الصبر فصفات بالكمية المناسبة لفدان بتاعك اذا هنا النبات بتاعك ايه مش هيرقد ومش هحصل له عملية ايه رقاد طبعا عملية رقاد بتحصل في المحاصيل كتيرة خصوصا محصول الامح محصول الشعير القصب والقصب الزرقات برضو المشكلة بتاعته بتبقى كبيرة بحيث ان نسبة السكر بتاعته ايه بتقل وبيحصل لك فقط في عملية الاستقطاع الكيميائي بتاعه تالت عنصر معنا البوتاسيوم ضروري لنقل السكريات وتخزينها يعني اول ما نقول بوتاسيوم نقول سكر اي محصول بيحتوي على نسبة سكر اهتمله جدا بالبوتاسيوم خصوصا المحاصيل الضرانية يعني انا عندي البطاطا والبطاطس اديها بتاسيوم البصل والتوم ادي له بتاسيوم ادي له بتاسيوم ليه؟ لان البيتاسيوم بيساعده انه يكونوا جزء الاقتصاد بتاعه تحت سطح الطربة بحجم كويس ولما اعد خزينه او لفترة طويلة يستحمل تخزين معايا فترة ايه طويلة البوتاسيوم ضروري لنقل السكريات وتخزينها وضروري للنمو القوي ولمقاومة الرقاد والامراض وهذا العنصر اساسي للمحاصيل الضرانية والجزرية مثل البطاطس وبنجر السكر والبطاطا وبنجر العلف والأولئاس يبقى المحاصيل اللي انت سمحتها في الاخر ديك دي مهم جدا لعنصر ايه البوتاسيوم خصوصا اي محصول يكونوا جزء الاقتصادي بتاعه الضرانة بتاعته سواء كان الضرانة او جزء تحت سطح التربة ادي له البوتاسيوم ما تقدرش تحش عنه ايه البوتاسيوم لانك انت لو حشت عنه البوتاسيوم هيديك محصول ايه ضعيف او الانتاجة بتاعتك هتبقى ايه ضعيفة وهتكون متأثرة ايه جدا خصوصا في المحاصيل السكرية انواع الاسمدة الكيموية اللي هي المعدنية اللي هي الان بي كي انواع الاسمدة الكيموية اللي هي المعدنية ان بي كي نيتروجين وفصفور وبوتاسيوم نيتروجين وفصفور وبوتاسيوم تعالوا نشوفهم ايه مع بعض رقم واحد الاسمدة النيتروجينية وهي الاسمدة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الازوت متحدا مع بعض المركبات الكيموية مثل نطارات الجير 15.5% ازوت وكابريتات النشادر 20.5% نطارات ايه امونيوم وعندي اللي هو اليوريا 46 33% ايه ازوت وعندي نطارات نشادر 33% ايه ازوت نطارات الامونيوم 33.5% ازوت وليوريا 46% ازوت اللي احنا شفنا شكلها معنا في العرض اللي احنا عملنا للنموذج بتاعنا الاسمدة الاسمدة الفوسفاتية اللي هو صوبر فوسفاتي كالثيوم فوتين الف خمسة هي الاسمدة التي تحتوي على عنصر الفصفور متحدا مع مركبات كيموية مثل صوبر فوسفاتي كالسيوم اللي احنا شفناه نعم وشفنا في الفيديو صوبر فوسفاتي كالسيوم المحبب يبقى احنا كده في صوبر فوسفاتي كالسيوم الاحادي اللي هو فوتين الف خمسة بيكون خمسة ونص في المية فوتين الف خمسة او سوبر فوسفاتي الكالسيوم المركز 47 ايه في المية يبقى السوبر فوسفاتي الكالسيوم اللي هي الاسمدة ايه الفوسفاتية بقوله فو 2000 ايه خمسة خمستاشر ونصف في المية اللي هي النموذج الشائع هتلاقيه في المزرعة في المدرسة في الحقلة عندك في الغيط في اي مكان اي محل اسمدة ومبيدات هتلاقي في ايه اللي فو 2000 ايه خمسة كعنصر ايه منتشر وكل الفلاحين ايه بيستخدمون رقم ثلاثة الاسمدة البوتاسية الاسمدة البوتاسية لان هنا العنصر الاساسي في ايه بوتاسيوم اهمها كابريتات البوتاسيوم 46 في المية بو 2000 بو 2000 يعني زي سوبر فوسفاتي كالسيوم كان فو 2005 ده بو 2000 اللي هو كابريتات البوتاسيوم طبعا واتفعنا ان البوتاسيوم عنصر مهم جدا ايه لعملية ادخال السكر للمحاصيل الضرانية والمحاصيل ايه السكرية طيب النقطة اللي بعد كده الاسمدة المركبة ايه هي الاسمدة المركبة قد تحتوي على النيتروجين والفسفور لفوسفات النشادر 18 في المية ازد و 46 في المية فوت 20005 او في صفات احادي النشادر 11 في المية ازد و 48 في المية فوت 20005 وهي اسمدة جافة وهي اسمدة ايه جافة واسمدة النيتروفسكا التي تحتوي على العناصر السمادية السلاسية اللي هي الني بي كي علشان تجيب شكارة اسمدة اللي هي السلاسي ديت بتقوله انا عايز شكارة اني بي كي بتديله العناصر بتاعتها بتقوله 19 او 20 او 15 او 15 او بمعنى نيتروجين فوسفور بوتاسيوم بنسبة 15 الى 15 15 او 20 20 20 او 19 او تلاقي ممكن ميزة في عنصر اللي هو ايه النيتروجين 20 في المية و 19 19 ايه بقيت العناصر ديت اللي هي اسمدة المراكبة اللي هي الايه الني بي كي دايما الني بي كي بتكون شائعة الاستخدام في الاراضي حديثة الاستصلاح والاراضي الرملية والاراضي ايه الجيرية خصوصا مع استخدام انظمة الرأي الحديثة اللي هي نظام الرأي بالرش والرأي بالطنقيد دايما الاسمدة الرئيسي عنده الني بي كي شيء اساسي في برنامج التسميد ايه بتاعه اسمدة العناصر الصغرى ايه هي قد تحتوع النيترجين والفسفورمس لفسفات النشادر أسمدت العناصر الصغرى في صورة معدنية عادية مثل كبريتات النحاس من 25 إلى 34% نحاس كبريتات الحديدوز 20% حديد كبريتات الزينك 23 إلى 35% زينك كبريتات المنجنيز من 30 إلى 33% منجنيز يبقى الأسمدة أسمدت العناصر الصغرى أول صورة في صورة معدنية يعني في صورة معدنية في صورة بودر أقضر أضيفها لأما مرتبطة مع عنصر آخر أو أضيفها بأي صورة تانية بصورة جفة زي اللي نحن شفناها من شوية كبريتات النحاس كبريتات الحديدوز كبريتات الزينك وكبريتات المنجنيز رقم به في صورة مخلابية يعني مخلابية يعني مرتبطة بشيء يعني مرتبطة ايه بشيء بصورة تجعلها ميسرة داخل النبات او داخل في عملية التبادل ما بين الجزر ايه والنبات اللي في صورة المخلابية مثل الحديد المخلابي من 16 الى 11% المنجنيز المخلابي 15% منجنيز الزينك المخلابي 15% زينك النحاس المخلابي 15% نحاس وهذه الاسمدة اكثر فعالية من حيث دخولها الى النابات وامتصاصها عند رشاها على اسطح النبات ايه الاخضر هنقف وقفة عند الاسمدة المخلابية يعني ايه السماد مخلابي انا عند الاسمدة المعدنية الان بك العناصر الكبرى عناصر سقيلة في حركتها داخل النبات ولكن الاسمدة الصورة عناصر خفيفة بتتحرك ايه بسرعة داخل ايه النبات انا لو ضفتها ممكن تتفاعل مع العناصر الكبرى وتكون الحركة بتاعتها تقيلة جدا او النبات ما يستفدش ايه بها فبالتالي انا بضيفها في صورة مخلابية او في صورة بنقول عليها صورة ايديتا او ايتها ايديتا او ايتها بتكون حرة النبات يستطيع ان يمتصها ايه بسهولة وهي حرة الحركة ما ترتبتش مع اي عنصر تاني داخل ايه النبات فبالتالي النبات يقدر يستفد ايه بها اللي هي في صورة ايه المخلابية دايما لو انا ضفت عنصرين من العناصر الصغرى مع بعضيهم كعناصر العادية ممكن النبات ما يستفدش بيهم ويحصل عندي تأثير سلب ايه تاني فيقولك المهندس او المرشد الزراعي او صاحب المحل الاسمدة بيقولك يستخدمها في صورة ايه مخلابية يعني ايه في صورة مخلابية يعني لو اتخلطت مع بعضه كل عنصر شغال لوحدي ما يقدرش يتفاعل مع العنصر ايه التاني فبالتالي النبات يقدر يستفد به بصورة ايه جيدة ويديك اعلى انتاجية واعلى ايه محصول موعيد اضافة الاسمدة اي حاجة لها معت احنا اتفقنا في تسميد الاسمدة العضوية ان انا بضيف الاسمدة العضوية قبل اعداد الارض ايه للزراع او اثناء اعداد الارض ايه للزراع يعني قبل ما احرت بضيف السمدة ايه للعضو او احرت الحرتة الاولى افك الارض بتاعتي واضف لها سمدة ايه العضو بتاعي سواء كان سمدة بلدي او زرق دواجن او سبلة كتكوت او كان سمدة عضو صناعي اللي هو ايه اوكمبوس وبعد كده اجرى عمليات الخدمة بتاعتي بحيث ان يتم تقليب وتقليب جيد مع التربة عشان خطر النباتية يقدر يستفاد ايه به لكن تعال نشوف بقى موعيد اضافة ايه الاسمدة العضوية رقم واحد تضاف قبل الزراعة وعند تجهيز الارض للزراعة حتى يمكن خلطها ايه بالتربة زي ما اتفقنا في الاسمدة ايه العضوية وده فيديو هيوضح لنا طريقة اضافة الاسمدة ايه العضوية للتربة زي ما حضرتكم دي ارض جديدة ارض رملية لو انا هضيف الاسمدة انا بضيف كده يدوي بعملها في صورة خطوط او صطور كده بحيث ان الخط او السطر ده هيتم اجراء الخط عنده او التخطيط بجنبه او عمل الاخدود جنبه اللي انا هزرع ايه فيه والتربة اللي هيطلع هيتقلب معاه وهيبقى في ظهر ايه الخط النباتي يستفاد ايه به وده الطريقة اللي انا بضيف بها ايه السماد بتاعي انا كده بضيفه ايه بضيفه في صورة ايه سماد عضوي للارض قبل الزراعة طيب انا ممكن اضيفه بطريقة تانية اه لو انا عند المساحة كبيرة وانا ما عنديش عمالة كافية اضيف السماد بتاعي في صورة ايه عن طريق استخدام الالة زي حضراتكم ما انتو شايفين معايا في الصورة كده اضافة الاسمدة العضوية باستخدام ايه الة نسر الاسمدة ديه الالة بتوزع السماد العضوي باملة المقطورة بتاعتها بالسماد العضوي بتاعي كان سواء كومبوس او سماد بلدي والجرار يبدأ يحرك الاصوانة بتاعتها عن طريق عمود المرفق زي حضراتكم ما شايفينها بصورة عن طريق الجرار او الاجهزة تنقلة للحركة عن طريق الجرار للالة وابدأ اضيفه للارض اثناء اعداد الارض ايه للزراعة ركزوا معانا وشوفوا الالة ديه علشان لما تشوفها تشغالها في الغيط لو انت رايح المزرعة او رايح مدرستك او رايح شغلك او ماشي على طريق الزراعة وشوفت الالة ديه هو ان كده المزارع بيعمل معانا ايه بيضيف السماد العضوي للارض قبل الزراعة باستخدام ايه الالة او تشوفه ازي ما شفناها في الخطوة الاولانية اضافة يدوية عن طريق العمال باضيفه بشكاير او باستخدام المقاطير الصغيرة او الكارتات ايه الصغيرة اللي هي خاصة اللي بتجرها ايه الحيونة يبقى ديه مهارة اللي هي اضافة الاسمدة ايه العضوي للارض قبل ايه الزراعة زيها حضراتكم ما شايفين اركز معيها هتلاقي ايه الالة فيها التيرس اللي هو ايه بيعمل عملية نسر ايه للسماد طول ما الجرار ما هو ايه ماشي يبقى احنا كده شايفين زي ما احنا مع بعض شفنا الفيديو ده هنبدأ نخش بعد كده على حلق النقطة اللي بعد كده الاسمدة الفوسفاتية والبوتاسية الاسمدة الفوسفاتية والبوتاسية اللي احنا اتكلمنا عليها سوبر فوسفات كالسيوم واسمدة البوتاسيوم تضاف اثناء اعداد الارض للزراعة زي ما شفناها واحنا بنقلبها مع بعض وممكن نستخدم معاها ايه الكابريت تضاف اثناء اعداد الارض للزراعة في الاراضي سقيلة القوام ثم تخلط بالمحرات او بالمشت لكي تكون قريبة من مجال انتشار الجزور وتضاف ايضا نسرا او على شكل شريط في الطربة ايه الفقيرة زي ما احنا شفناها في الاراضي في بداية الفيديو ان احنا تضافناها في صورة ايه شريط او على عمق اكبر من عمق ايه البزور انا بنزلها على عمق كبير من عمق ايه البزور ليه لان السماد العضوي بنقول عليه بالبلدي كده او المصالح بتلاقيه في المزارع يقول لك السماد سخن على البزرة يعني سخن على البزرة لو السماد قريب من البزرة لما اقعد اعمل عملية الري بيبدأ السماد ده يتحلل وتتحلي منه العناصر الغذائية فبتنتج عنه درجة حرارة عالية درجة حرارته بتاعلي فبيعلي درجة حرارة الجورة عندي بيعلي درجة حرارة البزرة فبالتالي البزرة بتاعته ما بتنبيتش فعشان كده انا بضيفه في عمك بعيد عن عمك البزرة اللي انا هزرح فيه البزور بتاع المحصول بتاعي لتلاشي عدم انبات البزور الاسميدة المعدنية النيتروجينية يوضع جزء اثناء الزراعة او قبلها والجرعات الجرعاتين الاخرياتين خلال فترة نمو النبات نظرا لسهولة زوابهما وفقدها في ماء الري الاسميدة المعدنية النيتروجينية اللي هو اليوريا 46 اللي احنا شفناه ممكن اضيفه على دفعات هتلاقيها مصالح كبير جدا واضح جدا في كتاب عندك لما طبق الممارسات الزراعية في انتاج محاصيل الحبوب وانتاج محاصيل الالياف هتلاقي يقولك ايه يضاف السماد الازوتي على دفعات الدفع الاولى بعد رأية ايه المحاياة والثانية بعد الاولى بخمساشر يوم والثالثة بعد السانية مثلا بعشرين او تلاتين ايه يوم يبقى دي موعيد اضافة ايه السماد بتاعك انك انت بتضيفه هنا في صورة ايه دفعات او على دفعات تعالوا نشوف مع بعض الصورة دي بتوضح لنا طريقة وضع السماد طريقة وضع السماد المعدني يا ترى السماد المعدني انا هحطه للنبات بتاعي في مراحل النمو المختلفة باين هي طريقة تعالوا نشوف مع بعض طريقة وضع السماد رقم الف نسرا في حالة المحاصيل الكثيفة ابدره زي ما انت شايف المزارع بيبدر الكماو بينصره نسرا في الزراعات الكثيفة ايه هي الزراعات الكثيفة امح ارز برسيم شعير كتان ده بيتزرع زراعات ايه كثيفة اسمها زراعات ايه كثيفة بابدره نسرا زي ما انتو شايفين ايه في الصورة كده طيب الصورة دي بتوضح لي الفيديو ده بيوضح لي عامل بينصر سماد للبرسيم في الشغل ايه بتاعه يبقى كده عملية ايه نسرا هو زي ما انت شايف ما بيركزش على حاج هو كل اللي عامله عامل شوط او مشوار بيشتغل به بيضيف به ايه السماد ليه لان الزراع زي حضراتكم ما انتو شايفين تحت رجليه صغير وكثيف يعني ايه كثيف يعني مش مزرع على خطوط ومزرع بكميات ايه كبيرة في وحدة المساحة كله ايه بكميات كبيرة طرق وضع السماد به صرا او تكبيشا يعني انا احطه كبشة او جنب الجورة او اصره بين السطور صرا او تكبيشا بجوار النباتات لو انا زارع المحصول بتاعي على خطوط زي الزراع الشامية احط السماد جنب النبات بالتكبيش صرا او تكبيشا تعالوا نشوف كمان ايه في وضع السماد كده عملية ايه السر زي ما انتو حضراتكم شايفين في الصورة اللي فاتت كانت وضح عملية ايه التكبيش يبقى صرا او تكبيشا بجوار النباتات في المحاصيل المزرع ايه على خطوط تعالوا نشوف الفيديو كده بص معايا بيتم وضع السماد جنب ايه جنب نبات الدورة تكبيش بس باستخدام آلة بيتم كده بيوضع شايف انت بركز معايا في الفيديو وركز معايا في الصورة هتلاقي العامل كان حاطط السماد جنب كل ايه نبات يبقى ده اسمه ايه تكبيش بجوار ايه الجوار النقطة اللي بعد كده اما اذا توفرت الالات فيضع في السماد بانتظام في صورة شريط ضيق او بجوار بزورة محاصيل على مسافة من 5 الى 7 سنتي من الصفوف وعلى عمقه اكبر من عمق البزور بحوالي 5 ايه سنتي يعني انا ممكن استخدم السطارة اللي انا زرحت بها ايه الامح ان انا حط فيها ايه السماد فيه برضو حاجة اسمها بلنتر البلنتر ده برضو في جزء ان انا حط فيه السماد وهستخدم الآلة في وضع السماد ايه في الطربة او اثناء عملية العزي بس باستخدام ايه الآلة اما اذا كان المطلوب هو اضافة السماد الكيماوي بعد الزراعة فيلحق جهاز وزيع السماد بآلات العزيك اللي هي البلنتر العوامل التي يتوقف عليها استجابة المحاصيل للتسميد المحصول بتاعي هيستجيب للتسميد اللي انا هحطه ده ولا لا هيبان عليه الاثار ولا مش هتبان يعني انا عندي المحصول بتاعي تعبان قلنا ده ده انا اقصر اقصر النيترجين ان اللون بتاعه اصفر ده انا رفيع وحاجات دي طب انا لما اضيف العنصر ده استجاب ولا ما استجابش طب تعال نشوف ايه هي العوامل التي يتوقف عليها استجابة المحاصيل ايه للتسميد رقم واحد مستوى خصوبة التربة مستوى خصوبة ايه التربة يعني مستوى خصوبة التربة انا عندي الاراضي القديمة اللي هي الاراضي الطينية بتاعتي مستوى الخصوبة بتاعها ايه عالي في الانواع الاراضي الجديدة الاراضي الرملية مستوى الخصوبة فيها ايه منخفض فبالتالي اذا كانت الارض فقيرة في العناصر الغذائية بتكون استجابة النبات للأسمدة او للسماد عالية خلي بالك فيها ممكن تتلغبط ايه فيها الارض الفقيرة في العناصر الغذائية استجابة النبات للسمات فيها ايه عالية يعني بتبان فيه ايه بسرعة ولكن الاراضي الخزبة ما بيبانش فيها ايه التسميد ايه بسرعة ليه لانك انت ما بتقدرش تفرق بين علامات التفوق للنبات ليه لان كده كده موجود العنصر الغذائية موجود عندك ايه في التربة يبقى مساوخ خصوبة التربة ففي التربة الخشنة الرملية الفقيرة في خصوبتها الطبيعية وفي توفرها العناصر الغذائية بها تستجيب المحاصيل ايه للتسميد بدرجة اكبر منها في حالة التربة الخصوبة طبيعيا مثل التربة ايه الرصوبية تربة الرصوبية اللي هي التربة الطينية بتاعتنا اللي تم تكوينها بفعل الرواسل اللي جابها ايه نهر النيل اللي هو ايه الطام يوطين فاحنا كده ملحوظة حطها بين عينيك حطها تحتها عشر خطوط الارض الفقيرة في العناصر الغذائية يستجيب النبات لعملية التسميد بدرجة ايه اعلى من التربة الطبيعية او التربة التي تحتوي على العناصر ايه غذائية مثل التربة ايه الرصوبية نوع وصنف المحصول يعني نوع وصنف المحصول انا عند المحاصيل بتاعتي حسب تقسيم العائلات النباتية محاصيل نجلية ومحاصيل بقولية المحاصيل النجلية بصفة عامة مستهلكة ومستنزفة لعناصر ايه الغذائية ولكن المحاصيل البقلية فيها تتكون على الجزور بتاعتها وقت بكتيرية بتقوم بتثبيت النيتروجين الجو أو امتصاص النيتروجين اللي موجود في الجو وتثبيته في صورة أزوت في التربة اللي هي عنصر النيتروجين يسفيد به النبات ويسفيد به المحصول اللي بعديه فبالتالي نوع وصنف المحصول هيأثره ايه معايا تعالوا نشوف في حالة المحاصيل البقلية تكون الاستجابة للنيتروجين المضاف ضعيفة وذلك في حالة توافر الظروف الملائمة لتثبيته عن طريق البكتيرية العقادية اما المحاصيل الاخرى فانها تستجيب للنيتروجين والبوتاسيوم والفصفور اذا اضيف بصورة ايه متوازنة يعني تعمل عملية ايه توازن في اضافة العناصر ايه بتاعتك انت لو لاحظت ان احنا لما تكلمنا عن الاسمدة المركبة لان بك ايه قلنا اسمدة عشرينات او خمستاشرات او تسحتاشرات او عشرين تسحتاشر تسحتاشر يعني النسب قريبة تقريبا متاساوية او قريبة جدا ايه من بعضها ولكن اذا حصل تفاوت بين النسب وبعضها هتبص تلاقي النبات ياخد معاك اتجاه تاني خالص يعني انت لو اديت نيتروجين عالي النبات معاك هياخد اتجاه للنمو الخضري ومش هيديك نمو ايه سامري طيب لو انت اديت فسفور وبيتاسيوم عالي هتلاقي النبات يتجه ليه للتزهير والعقد بسرعة بس مش هيديك نمو ايه خضري كبير فبالتالي المحصول عندك هيطلع ايه ضعيف فبالتالي انت لابد انك تخلي عملية التوازن ما بين العناصر او كمية الاسميدة اللي هي تضاف عملية ايه متوازنة النقطة اللي بعد كده رطوبة التربة رطوبة ايه التربة ازاي رطوبة التربة هتأثر معايا في عملية ايه السماد قالك تقلل استجابة المحاصيل للتسميد خاصة بالاسميدة النيتروجينية في مناطق الزراعة على الامطار المحدودة لعدم كفاية الرطوبة او في مثل هذه الظروف يكون التسميد الفوسفاتي اكثر فائدة لانه يقلل من نمو ايه الخضر يعني الاراضي اللي هي فيها امطار التسميد النيتروجيني لها مش كويس فانا بدي له محصول التسميد ايه بوتاسي وفوسفاتي ايه عالي علشان خاطر يكون لجزور قوية ويكون لايه محصول ايه احسن من النمو ايه الخضر تعالوا نشوف النقطة اللي بعد كده الدورة الزراعية لما تعرف الدورة الزراعية او عند تصميم دورة زراعية هيحصل ايه انك انت بتختار المحاصيل تاخدم بعضها بعض من فوائد الدورة الزراعية يعني تاخدم بعضها بعض يعني انت بتختار المحاصيل سطحية الجزور بتتبادل مع المحاصيل متعمقات الجزور المحاصيل النجلية مع المحاصيل البقولية النجلية بنحط بنكوسين كده المحاصيل المجهدة مع المحاصيل الغير مجهدة إذن هنا الدورة الزراعية هتأثر معي لما أنا أبدأ أبدل المحاصيل معي بعدها يرتبط ذلك بأنواع المحاصيل المتبادلة في نفس الأراضي وما يضاف إليها من أسمدة فتقل الاستجابة للتسميت بالنيتروجين بعد محصول البرسيم والبقليات عموما لما تضيفه للطربة من النيتروجين نعيدها ثاني يرتبط ذلك بأنواع المحاصيل المتبادلة زي ما اتفقنا محصول بقولي مع محصول نجيلة أو محصول مجهد مع محصول غير مجهد تقل الاستجابة الأسمدة بالنيتروجين بعد محصول البرسيم والبقليات يعني لو أنا زرع برسيم أو بقليات إيه هي البقليات اللي هيعدها على صوابعك الفل البلدي الترمس الحمص والحلبة دي محاصيل بقلية بتوفي نيتروجين للطربة فبالتالي لما أجل زرع المحصول اللي بعد كده مش هستخدم له نيتروجين إيه كبير مش هيضف له نطاراتنا شادر كبير ولا هضف له يوريا ستة واربعين إيه كتير التقييم التقييم بتاعنا اللي هو هيتم في الوحدة ديه هيتم عن طريق إيه طيب إحنا زي ما تفعنا الوحدة بتاعتنا دي فيها كم معيار أداء فيها ست معايير أداء طيب ست معايير أداء المعايير بتاعتك ديه المطلوب لتقييمك إيه هيتم تقييمك إزاي في الأول في النظام القديم كان بيتم تقييمك عن طريق الامتحان التقليدي امتحان نصف العام وامتحان آخر إيه العام وفي الآخر بيتحكم عليك ناجح أو راسب عن طريق إيه الدرجة اللي أنت جبتها إذا جبت أكثر من 50% بتنجح جبت أقل من 50% لأقدر الله بتكون راسب ولكن عملية التقييمة عندك في نظام الجدرات هنا هتكون جدير أو غير جدير يعني إيه جدير أو غير جدير يعني تأدي المهارة وتكون تستطيع أنك إنت تأديها تحت أي ظروفه في أي وقت هتشتغلها بإيدك ما فيش كلام أنك إنت هتعملها نظري أو هتتكلم عنها إيه نظري لا فيه معايير أداء ممكن تقاس بالعملية النظرية أو بالمعارف عن طريق أدلة التساول الشفاهية أو التحريرية ولكن ديت في المعايير الأداء اللي ما ينفحش أنك تشتغلها بإيدك يعني لما أقول لك حدد كمية التقاوي عمرك ما هتحدد كمية التقاوي إيه بإيدك ولكن هتعمل لها عملية إيه حسابية ولكن لما أقول لك ضيف سماد هتضيف السماد إيه بإيدك فهنا التقييم هيكون عليك التقييم إيه للمهارة اللي أنت إيه هتأديها تعالوا نشوف التقييم مع بعضينا يتم التقييم وفقا لمعايير الأداء اللي هي خاصة إيه بالمخرج ده اتفاقنا وحدة تسميد الأرض بتكون من كم مخرج مخرجين تكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن مخرج تعلم واحد اللي هو يضيف الأسمدة العضوية المخرج التعلم رقم اتنين خضع لست معايير أداء أول معايير أداء فيه يتبع معايير السلامة وصحة المهنية عند تسميد الأرض كميويا قبل زراعتها يعني طب انت هتعمله إزاي ده أنا هقيمك عليه إزاي من خلال ملاحظتي ليك في ارتداء الملابس الواقية كمامتك الكاب بتاعك أو الخزة بتاحتك علشان تقيك من أشعة الشمس أو من أي صدمات ايه للرأس والكزلك ايه بتاعك والكفرزات ايه في اديك يبقى ديت انت هنا ايه بتطبق معايير الصحة والسلامة المهنية إزاي انت هنا جدير ولا غير جدير إزاي انت هنا ايه جدير عند ايه تطبقها طيب المعايير التاني يحدد أنواع الأسمدة اللازمة حسب نوع المحصول أنا لما قلتلك يحدد إذن مش هينفع لحظك فيه هتعمل ايه ففي الحالة ديت هتقدم دليل تساؤل ممكن يكون دليل تساؤل شفوي أو دليل تساؤل ايه تحريري وهنعرف الأدلة اللي المفروض تقدمها المعايير ديت مع بعض كمان شوي رقم ثلاثة يحسب كميات الأسمدة المختلفة وفقا لنوع الأرض والمحصول حساب وتحديد دليل تساؤل وليس ايه ملاحظة هتحسبها ازاي يضاف أسمدة يضيف أسمدة العناصر الكبرى وفقا للتوصيات يضيف شغل بالإيد هتشتغل بإيدك يعني أقدر لحظك يبقى هنا هقيمك عن طريق بطاقة ايه ملاحظة خمسة يضيف أسمدة العناصر الصغرى بالتركيز المطلوب في الوقت ايه المناسب هنا تضيف يبقى كده هقدر لحظك هقيمك بطاقة ايه ملاحظة يستخدم يستخدم ألات التسميت حسب نوع السمات بطريقة سليمة ايه وآمنة هنا برضو ايه ملاحظة طيب أدلة التعلم ايه هي أدلة التعلم اللي هي الحاجات اللي أنا هقيمك ايه بيها المطلوب منك يلزم لتقييم هذا المخرج تقديم أدلة التعلم رقم واحد يلزم تقديم دليل أداء في صورة بطاقة ملاحظة للمعايير رقم كام بقى أربع واحد واربع وخمسة وستة والمعايير التانية دليل ايه تساؤل طيب اتنين يلزم تقديم دليل تساؤل في صورة اختبار شفاهي للمعايير رقم اتنين ايه وتلاتة تلاتة يلزم تقديم دليل تساؤل في صورة اختبار تحريري مجمع للمخرجين للوحدة ككل للتأكيد على اجتيازك ايه للجدارة دي بعد ايه التقييم بالملاحظة والأسئلة ايه الشفاهية يبقى احنا كده في مخرج التعلم رقم اتنين من واحد التسميد الارض او يسمد الارض بالأسميد ايه الكيموي المخرج ده زي ما اتفقنا لست معايير عرفنا ايه هو السماد عرفنا انواعه طريقة اضافته شفنا فيديو وضح لنا الانواع شفنا عرض نظر قدامنا كده جبنا نموزاجين اليوريا 46 وصوبر فوسفاتي الكالسيوم 15% فو 2005 كده عرفنا معايير الاداء اللي انت هتقيم ايه عليها وعرفنا ايه هو المطلوب منك من ادلة التعلم انك انت تقدمها في ملف الانجاز بتاعك اللي هي اتأكد على اجتيازك ايه الجدارة لقدر الله اذا اخفقت في معيار او اخفقت في مخرج او اخفقت في وحدة بيتم اعادك في تقييم الوحدة بعدها باسبوع بتتقيم مرة تانية بعدها بكام باسبوع انت لك 3 فرص فرصتين بين كل واحدة والتانية اسبوع والتالتة بتدفع لها رسوم حسب الرسوم المقررة اللي بتكررها لك وزارة التربية ايه والتعليم لتأكيدك على اجتياز ايه الجدارة يعني احنا كده في الجدارات مش هنسيبك هنعلمك هتطلع متعلم شغال يعني شغال هتطلع فني فني انتاج محاصيل الحقل تكون طالب جدير باسم الفني واسم الشغلانة اللي انت هتشتغلها او المهنة اللي انت هتشتغلها وتكون صالح ووفاء ومفيد لبلدك والوطنك وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة